ده البروغرام فاكرين لما قلنا انه فيه كابل او تيرمينال بيركب على البيل سي هو بيركب في المكان دوت هنا في البيل سي فين في الكمبيوتر حسب بقى الكمبيوتر اللي هو فيه يو سي بي سي بي سيري اللي يبقى زي اكاي معلومة يعني الكابل اللي في سي لنز بياخد اسمين يعني كابل اسمه بي بي اي يا اما كابل اسمه م بي اي الكابل اللي اسمه معناها point two point interface. point يعني نقطة. two point يعني من نقطة لنقطة. interface يعني بيربط ما بين نقطتين. في كابلة تانية في سيمينز بيسميها mpi multi point interface. يعني متعدد كزا نقطة يرضى يربط ما بينهم. يعني في الاس سيفين ميتين اللي هو الموديلات الاولانية في سيمينز كلها ppi. يعني اخره الكمبيوتر والبالي سي مع بعض. او الشاشة والبالي سي وPLC مع بعض. لكن PLC والكمبيوترين PLC والشاشة والكمبيوتر ما ينفعش. تمام? في ملتي يعني كزا نقطة قدر ربط PLC مع PLC مع شاشة مع كمبيوتر مع كمبيوتر تاني متعدد. ده الفرق ما بينهم. ده كابلات الAMPI وده كابلات البيبي اي. عشان كده تلاقي كابلات الAMPI اسرع دايما من البيبي اي. البيبي اي قلنا اخيرها تسعتاشر point اتنين. الAMPI بتبدأ من مئة سبعة وتمينين ونص. اكي? مع كابلات في سرعات تانية. في الواقع انا ممكن اكون عندي شاشات موصلة عايزة انا بسرعة. او ما بين PLC و PLC. اكيد مش هربط بكابلة زي دوت. سرعاته مش عالية. مع كابلات اسمها بروفي باس واسر نت. بتوصل مليون ونص مرة في السانية. داتا. اكي? واحد ونص ميجا يعني. ايه هو الامبوت وايه هو بالنسبة للPLC يعني الPLC يفهم الامبوت على اساس النوعي والاوبوت على اساس النوعي. الPLC احنا انا ما بيفهمش. فبالنسبة له اي حاجة تبعت كهربا هي ايه? بقى. طلعك جياله من بوش بوتن. طلعك جياله من من سويتش. من من سنسور. من ترانس ديوسر. انا دحكت على ايه جبت سلكة ولمست عليها كهربا. كله بالنسبة له اعتبر ايه? المفتاح مقفول بس معانوش كهربا يعتبر ايه? ايه? مفتوح. نسيت اوصل للمفتاح من اساسه. يعتبر كان انه متوصل بس ايه? هو مش اقول لك خد بالك ده توصل بس باص. انا فكر في مشكلة كانت موجودة في مصنع ان مقفولة المفاتيح. مقفولة وقفلنها. بس الPLC مش قاري. ويعمل على المفاتيح بتدي اشارة. ايه بس معانوش كهربا. بتدي اشارة بزرين. بتدي اشار ان هي مقفولة. بس معانوش كهربا. في كومن واقع فهنعرف انه في حاجة اسمها في الPLC. والكومن مش كهربا اساسي. فالسنسور مسلا اي 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 كان نوع السنسور سويتش او سواء كان كله ديجتال او مات في رقش. كلهم في الاخر اعتبروا على الPLC. سواء بقى كان ديجتال او انالوج. الفرق ما بين السنسور هي معلومة كده هنرجع تاني نكمل تاني. الفرق ما بين السنسور والترانس ديوسر ايه? حد عندنا خلق على النقطة دي? السنسور والترانس ديوسر. ها? تمام. طيب خلينا نوضحها اكتر. السنسور والترانس ديوسر على واحدة. الاتنين من عائلة السنسور هم على واحدة. بس السنسور اخره يوم عدي قدام ويقول لي انت عدت او معدتش. يوم اعمل ايه دي كده اقول لي او موجودة او مش موجودة. اناورة اللمبة يقول لي فيه نور او ما فيهش نور. اه فيه حاجة اه مسلا فيه فيه حيطة او ما فيهش حيطة. يعني اخره ايه? واحد وزيره اللي هو اعتبر ايه? ديجتال من اخر. هو نفس الفكرة موجود ومش موجود بس بيكلمني بقية متغيرة يعني ايه? يعني لما اجي كلمه على الحقيقة يقول لي هي بتبعد قد اتنين متر واربعين سنت. اردتش يقول لي لا بقعد اتنين متر وتلاتين سنت. انا وزنة ايه? لو اتهزيتها يقول لي مسلا ستين سبعين تمانين بيدي قام متغيرة. اكاين? لو بقيس درجة اضاءة شدة اضاءة يقول لي شدة اضاءة مسلا اربعة لوكس او اللون ده فاتح او غامع. ده الفرق ما بينه. يعني بيبعت قيم ايه? متغيرة. عشان كده لو هركب مسلا حاجة زاوية فاتح الباب لازم ان تكون ايه? لو وزن جوة اصلا نصير بس في بقى بقى اه حرارة ويت وزن كي للسرعة وها كزا. تمام? بالضبط لو ايه سرعة مطور مسلا عشان اخد منه لان لو بتكلم مسلا على مطور لازم يكون شغال بسرعة سبت. حطيت منتج عليه لازم ان يعادل بسرعة عشان يمشي يعني يحاول يزود بتاعه عشان يمشي بنفس السرعة شلت الحملة من عليه لازم ان يعمل ايه? يعود عشان يرجع برضو بنفس السرعة. ده لازم يكون فيه انا لك برضو. اربعة عشرين ساعة يدي له معلومات. عشان يقول له خب لك الوزن زي انت بطقت فيروح هو عامل ايه? يلعب في الفريقونسي او في الفولت عشان هو خطر يعادل تاني بالسرعة. طبعا هو اللعبة كله بيكون في الفريقونسي كمعلومة. اه تاني يعني 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 لحظة بس شنية ارجمها. انا خليك انت اجواب على نفسك بنفسك. معناها ايه? معناها مسلا جيت اشغل المطور ما اشتغلش. فيروح هو عارف انه ما اشتغلش. تفتكر هو يعرف? هو اخر يعمل ايه? يبعد اشارة. يبعد اشارة انه يشارع المطور. الكونتاكتور بقى طلع محروق. سالين بس سالين بس في فزا واقعة. ما فيش فزا واقعة بس في اوبرلود فاصل اهو ما اعرفش. الا لو انت كنت اواخد ايه? فيدباك. فيدباك يعني ايه? يعني مسلا في ممكن اخد نقطة من الكونتاكتور على البيلسي. اقول له في خلال ثلاثة ثواني من تشغيل المطور لو النقط دي ما افليتش معنا ان الكونتاكتور نفسه ما ايه? ما لقطش يبعد معاني انت فهم انه يشتغل بس هو ايه? مشتغلش. راح هو مدي الاردة. او يشوف ترمبة بديلة يشغلها. او في مسلا مفتاح شغل بكوة الطرد المركزية. ده بيركب على المطور. لما المطور ياخد طريقته رو عامل ايه? يقفل مسلا. لو ما قفلش في خلال اربع خمس ثواني من تشغيل المطور معاني المطور ما اشتغلش اساسا. فروح مطلع مسجل عشان ان هو ما اشتغلش. لكن هو من نفسه يفهم لا. انت انت اللي عملت ده كله. الفكرة في حرارك انت اللي جات في ناغ الفكرة دي انك تعمل فيدباك. كي لك ان هو ما يفهمش اي حاجة. وانت اللي عام ببناء يقول له لو انت دي ما عفلتش ايه? راح تفيدباك يبقى في حاجة حصلت. لكن هو الواحد وما يفهمش الكلام. الاوت بقى في البي اي سي. الفالف بقى سلونويد موتور لمب بمب اي ان كانت جبت رعبة اطفال بشاغلها باربع عشرين فولت ده اربع عشرين فولت ما ملوش دعم. كي بيخرج اشارة. الاشارة طلعت مصبوطة. طلعت قليلة مش هتشغل طلعت كبيرة هتحرق. هو عمليه. طلع على الفولت اللي عنده. المطور بقى اشتغل او ما اشتغلش الا لو كان في فيدباك بس ساعتها يعرف. غير كده هو ما ملوش ايدعم. اكي? عشان كده من اكبر الغراطات اللي بتحصل ايه هي? ميجي حد تصلح عطل في مصنعه. الى ان المطور ما اشتغلش. يروح مغر المطور. او تلاقيه دايرك تدخل على بيمكن نلعبش في خلص. صح? بيمكن عمل كل اللي عليه. يعني اكبر يعني التسعة وتسعين بالزبط يعني اللي موجود في الكتب بس ايه مش محافظات مش مش حاجات بيقولك ان خمسة وتسعين في المهم من اعطال برا البي لسي مش جوه البي لسي. سلكة مش ملمزك عايز. اه في كهربا مش ما فيش كهربا في البرس البلاي. الكمون فاصل. الريلي بتاع الافرلود فاصل. اه الريلي نفسه بتاع الانترفيس بويز. الكنتاكتور مش ملمز. فازة واقعة. المطور محروق. اغلبية الاعطالة برا البي اللي هي اعطالة كنترول. اللي انت عندكم خلفية عناها. اعطالة البي لسي خمسة في المية. لان انت تتكلم في حاجات سوفت وير. صعب جدا هتحصل. بتحصل بعد سنين من تشغيل البي لسي. كي? فاغلبية الاعطالة هي برا البي لسي. اغلبية المشاكل هي برا البي لسي. فالبي لسي النس باقي لو طلع فولت الحاجة اشتغلت او ما اشتغلتش غالبا بيكون اللعيب برا. مش معنا يعني مش هيعمل اعطار. بس دايما يكون عندك عطلة في مصنع دور عليه برا البي لسي قبل ما تدور جوه البي لسي. كي? وهنخلنا البي لسي تطريقة غير يعني تطريقة غير مباشرة نخليه سعادة. ما بيتكلمش. بس نخليه يتكلم. يعني اه اه لو انت جدت اشغل مسلا عندك مشكلة في المصنع المطور ما بيشتغلش. حاجة من الاتنين. يا لعيب جوه البي لسي ايه? يا برا البي لسي. هنعرف ان احنا ممكن ندخل دايركت على الميموري ونقول له ايه? يقول له فرجني على حالة الميموري. فلو لقيته قال لك ان مخرج الابط معاني البي لسي مخرج بيلاقي فين? برده خلاص ما فيهاش كلام هو راجع خرج كهرباء. ايه لك في الميموري ان هو مخرج كهرباء. لو لقيته قال لك زيله معاني احتمال بيطلع فين? في البي لسي هو يعني مطول لي حق ما يشتغلش درجة قطر خيره لان ما فيش فولت خرج اساسا. صح? نفس الكلام انت ممكن تكون قافل الانبوت بدل ما تقعد على دماغك وتروح تشوف عليه كهرباء لو ما فيش. جوه على الميموري قال لك واحد معاني هو فعلا ايه? مقفول. انت قافله وقال لك زيله عنه هو مقفول منظر بايز في حاجة مش ساحة. كي? هل ممكن يطلع بقى لايه في البي لسي? اه يعني انا في عمري كله ما بدتش غير جهاز هو اللي بايز. الاوبوت محروق. كي بتحصل يعني. بس برضو بسهولة هتعرفها. لانك انت هتعمل تستعى الموتور اللي واحدة هتريد يشتغل. مع البي لسي مش عايز يشتغل يبقى لايه في مين? في البي لسي. اه. بقى لجهاز كله على بعضه. عندنا الكمبيوتر اللي هو اللي ببرمجة عن طريقه. بنقل البرنامج عن طريق كابل البرمجة اللي هو في حالة بيكون بساميه في حالة البرنامج عنة اللي هو المكان ده. بقى موجود هنا موجود هنا حسب اجهاز دي حاجة مش ستندد يعني. كي نقلت البرنامج على الميموري بنجدها موجود على الميموري. وانس انه بقى موجود على الميموري والسي بيو وصل لها كهرباء اللي هو موخ البي لسي كده بقى ابتدى ايقر البرنامج عمان يروح يبص على البرنامج. نتورك نتورك. بس قبل ما يبصوا على البرنامج بيكون اللي اول شاف ايه? ها? ما هو ملايش معنا ما يبصوا على البرنامج هو ماشي عارف الكونديشن اللي عنده ايه. فاول حاجة ما يلقط هي ايه? حالة اللي هي البي اي اي. عشان كده اول حاجة هيعملها يعني البروسيس امتج او في اموت. روح يلقط صورة للاموت. عارف ان ده مقفول وده مفتوح 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 مقفول مفتوح. مسلا. يعد على اول جزء في البرنامج جوه الممور. يقول له على فكرة. الصورة اللي معايا بتقول ان الاولاني مقفول والتاني مفتوح والتانية مفتوح وهكذا. لقعواق بكلام نوع تقول له لا. اول واحد منهم ليه علاقة بالبرنامج بالجزء بتاعي. ينزل عن الان طرق اللي بعد. يقول له اه انا عندي بنامج تاعي بيقول لما كنا مفتوح انا اشتغل. تروح السيبيو هي العاملة ايه? بديه له كهرباء. طلعها كهرباء على 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 العاملة. على حالة. نتروح كلا لبعدة. هي ما توقفش عن ممكن يكون في جزء في البرنامج تاني لا لا ما حدش ان هو بس حاجة واحدة اللي هتشتغل في البرنامج كله. يجي عند اللي بعضه. اه لما كنا مقفول انا اشتغل. اه لما كنا مقفول اه من تاني مرة في البرنامج اشتغل حسب البرنامج ببنى ايه? لما يكون مقفول بعد خمس ثواني اشتغل فيروح البرنامج وفيهم البرنامج عايز ايه? يبتدي يشغل او يدفع او يسيبه شغال او يسيبه مطفع حسب شروط البرنامج. تمام? البرنامج على الكمبيوتر او على لاتوب. عشان نقيله على البي لسي بس تخدم كابل اللي هو البي بي اي اللي كلمنا عنه. اللي هو ده. ده كابل البي بي اي. ده اللي بيركف في البي لسي. مسلا. ده اللي بيركب في البي لسي. الطرف التاني اللي هو البي بيركب في الكمبيوتر. لو الكمبيوتر في مكانش فيه موديلات تانية اللي هي السر. ده كابل بتاع البرمجة. بسموه كابل البرمجة. ممكن نستخدمه الاستخدامات تانية غير البرمجة بس هو تعامل للبرمجة. يعني فيه واحد هي برضو صعبة شوية يعني. انا انا الكمبيوتر دوت استخدمته عشان ارسم عليه البرنامج وابعته للبي لسي. او اسحب البرنامج على البي لسي وطلع تاني على الكمبيوتر. هم? فيه استخدمات تانية لي. ان انا اتفرج على على الكمبيوتر. يبقى الكابل موجود. واقول له مسلا قل لي حالة عندك على البي وحالة عندك ايه. بس هو ما اتعملش عشان خطر كده. لان في الواقع مش هتلاقي في المصنع جوه حرق او في معدات او واحد شاية الحاجة او معادي وتلهم حطين كمبيوتر يعني. كمبيوتر مش هيستعمل. كيسة وشاشة وكيبورد وماوس. فبيحلوا محل الكمبيوتر بشاشات. هنشوفها كمان شوية. فيه بس معلومة. لما اجا عنقل البرنامج من الكمبيوتر للبي لسي. انواع الاعطال انا مش هتشحها بس هقول فكرة عنها. انواع الاعطال اللي ممكن تحصل في تلات انواع. انواع الاعطال تلات انواع. نوع سهل جدا. وكتير جدا. ولو عايزين يزوده انا ما عنديش مانع لان هو هنعرف ان هو حاجة سهلة جدا فمش فالنا حتى لو كان كتير يعني. فالنوع الاول من الاعطال اللي يثبت ان هو سهل جدا الكمبيوتر نفسه اللي هو ملوش في اي حاجة بيعرف ان في عطل. تاني. انواع الغلاطات انواع الثلاثة. النوع الاولاني كتير جدا وسهل جدا. وانت نفسك مش يعني بعد بعد بالزبط ما حضرتين من الكورس ان شاء الله ما فيش حد في فيكو هيغلط في النوع الاولاني لان خلاص اتعرفوه. النوع الاولاني ايه هو اسمه كزا. انت غلطت وجيت زرار لجنب الاي مسلا زرار غلطت وكتاب تاخد بالك. يقول لك لا اسمه اي مش يو. اكي. اه التيمر مسلا اخر في اسمه تايمر تي اه متين خمسة وخمسين. حد فيكو غلطت وكتاب تي تلتمية خمسة وخمسين. ولا لا ما فيش الاسم ده. فانا قصدي بعد بعد التعامل كتير مع هتلاقي خلاص يعني هي بالزبط المحاضرة اللي بعد جاية ما حد فيكو هيغلط في الكلام ده تاني خلاص. فده النوع الاولاني. درجة ان من كتر ما هو سهل الكمبيوتر اللي هو ما بيفهمش باي حاجة هو عرف يجيبه. النوع التاني من الارور مش هينفع الكمبيوتر يشوفه. اللي هيشوفه من سي بي والبي اللي يسي نفسه. اللي هو ايه النوع التاني? مسلا. احنا عندنا تايمر اسمه تي تين وثلاثين. بس نوع التايمر دوت تايمر ما ينفعش يكون تايمر اوف دي لاي. هو في البي اللي يسمو كده قالك التايمر تي اتنين وثلاثين يعتبر اون دي لاي ما يعتبرش اوف دي لاي. مسلا. لو انا جيت في البرنامج رسمت التي اتنين وثلاثين مع التايمر الاف دي لاي. الكمبيوتر ككمبيوتر مش فاهم. الكمبيوتر ككمبيوتر مش فاهم يعني اين? هو هيروح يعمل كده يقول لك اه تي اتنين واتتاتين شكله ظريف. اه طيمن خلو باركة موجود. هو ارى كلام ما ما فهمش البرنامج بولية. اللي هيفهم مين شوية? فالسي بيو انت بتبعاد تقول لك لا. نفعش. جبتها منين دي? تي اتنين واتتاتين مع طيمن اوف دي لا يمكن. يقول لك لا. ما ينفعش. ففي انواع سهلة زي مسلا كانت له كده. اس اتنين واتتين لا الكمبيوتر يقول لك لا ما ينفعش. ما في حاجة اسمها اس اتنين داتين. كتبته صح كاسم بس استخدمته غلط الكمبيوتر ما يفهمش بس البي لسي اعمل ايه? يفهم. الحمد لله انه عند دول البي لسي بصراحة بيقوم بالواجب. يقول لك الغلطة في انهي في انهي فرعة. فانهي سطر جوا نفس الفرعة. فانهي عمود جوا نفس السطر يعملها بلون احمر ولو مش عارف روحوا دي الزابر كليكت ليه وقف عليه وعمل لك على مربع يعني يقلك الغلطة فين. ده بالعكس كمان في الاس سبين تلتونية وربعمية في حاجة اسمها يعني يحللك المشكلة. يعني انا ده تعرفت لي فيه مشكلة بس برد مش عارف حالها. يقول لك لا. يقول لك تم تجرب كده تروح تبص على الكهرباء بتاعته دي بارسة بلا يمكن تكون مش واصلة. بلاش? هتليه بيقول لك كده بيكلمك. تم تعمل على المقفة هيمكن يكون بايز. تم ما يمكن يكون كله سليم بس انت ما تدي له امر فرص في البيلسي انه ما يشتغلش. بيحكي معاك يعني يقول لك في الاخرى هتلافزك وستر المشكلة فين. تمام? ده النوع التاني من الارور. انا مش باشح الارور انا بقول فكرة عنهم وهنطبقهم عملي بعدين. النوع التالت من الارور ده اوحشهم. يعني انا من رأيي نصلي قبل ما نشتغل انه ما يحصلش. لان ده لو حصل هيبقى مشكلة. ده معاني البيلسي واقف. مصنع كله واقف. النوع التالت للاسف الاولاني كان بيشوفه هو على الكمبيوتر يعني لسه ما بعتناه وش اساسا. التاني كان بيشوفه هو انا ببعته يعني لسه ما راحش كله اساسا. التالت بيشوفه بعد بقى ما تكون بعته والمصنع يشتغل ومش باعد يكون خطة فلوسك ومشيت والراجل اللي جرب بعد اسبوع شهر سنة يلاقي في حاجة حصلت في البيلسي. ما حصلتش ساعيتها ممكن تصل بعد اسبوع او شهر او سنة. مسلا يعني ايه? انا قلت للبيلسي اجمع لي مية زائد تلتمية وحطها لي على الميموري اللي هي دي. فهم? قلت له حط مية زائد تلتمية والمية على الميموري دي. تعال. الميموري اللي انا حطتها ميموري صغيرة. انا اللي غلطت مش هو على فكرة. لان الميموري دي انا عارف ان هي اخيرها دي معلومة بينكم مسلا. مسلا يعني اخيرها مسلا اه ميتين. خيرها كده. ايه اللي حصل? هو البيلسي كان عارف قبل ما يشتغل ان مية زائد تلتمية بربعمية? لأ ده انا عارف عشان انا حسنتك كده بسرعة وحباك عارفت. لكن هو ما يعرفش هو يعرف امتى? بعد ما ياخد البرنامج وينقل ويعمل رن ويجي نعمل ايه? اشغل حتة دي. الحتة دي ممكن تشتغل بعد اسبوع او شهر او سنة. ممكن تكون حتة دي بتشتغل في الشتة بس انا اعمل او بتشتغل مسلا لما يكون المنتجة عليه ضغط. او بتشتغل لما يكون اللباس ومحتاجين خزانات تانية. مسلا. فدي اشتغلت بعدين. فما جيك مع مية زائد تلتمية لعب مية. قال لك انا يا ربي ما ينفعش لك ده في كرسة. لان الاول قلت لك انه صح. دلوقتي اكتشفت ان هو ايه? غلط. يروح عامل في المتابي. واقف. يقول لك اوبرفلو ميموري مش مكافية. هو فكر ان الزنب زنب هو. لان هو في الاول اعترف من بلغمك صح. دلوقتي بيعترض عليه بيقول لك مش نافع. فيروح واقف يقول لك انا كده شكل لي مش هعرف اكمل معك. فبعد اذنك تعال سعيدني. دي معناها. ده النوع الثالث من الارور. مش فلا معي اه. هو بس في نقطة. احنا قلنا صفحات برمجة. بس ما قلناش برامج. هي هو برنامج واحد. ما يعرفش يعني مسلا. دلوقتي انا عامل لامبة جوه الاسنسير. صح? مش اللامبة دي كان ممكن عاملها في الطرقة. هو معرفش اللي دي يعني هو معرفش ده برنامجين وهو بنزبره كل ايه? برنامج واحد. بس انا قسمته صفحة. الخطأ خصد مسلا. تمام. تمام. يبقى كل حاجة ايه? وقفت. عشان كده لو انت خايف عندك يعني مسلا. اه حاجة زي كده ما ينفعش في مصنع مسلا بتاع اسمنت زي ما قلنا انه يوقف. فساعة ده مش استضم المتين في ابليكيشن زي ده ده استضم ايه? تلتمية او ربعمائة. اكي? لو معانا خاف ان هتوقف يعني معانيش في مسلا اماكن يقول لك ايه المشكلة اللي هو اسنسير يقب بالناس. يعملوا بالاستخدام ويستحملوا. واحد يموت ايه المشكلة يعني. في الفنادي يقول لك لا ما ينفعش. يقول لك انا ادفع عشرين الف جنيه في الاسنسير كجهاز بيه لكن الاسنسير ما يوقفش بحد جوه. صح? فهي حسب الاستخدام? حسب بقى لو الراجل ده يفرق معا حياتة البنانة ولا? الاولاني سهل جدا. تاني هقول لهم تاني بسرعة. لا انا ما فهمش كده تاني. مش كده خلاص لا. الاولاني سهل جدا. انا مش بشرح وميقول فكرة عشان هنيتكلاع عنهم بعدين. الاولاني سهل جدا لدرجة انك غلطت في الكتابة. فالكمبيوتر لك لأ انت كده كده بغلب. ده الاولاني. وده هتزهقوا منه وكلكم مش تغلطوا فيه ان شاء الله بعد بعد من المحاضرة اللي بعد الجاية. لان خلاص كلكم تغضوا فيه في الاول. فخلاص تعرفوا غلطة فيه. النوع التاني انك كتبت حاجة صح بس مش ماشي مع البرنامج. يعني ككتابة مكتوبة صح. مكتوب تي اتنين وتاتين صح? حطيتها مع تايمر اوف. تايمر صح لكن ده مع ده ما يمشيش. فيقول لك لا غلط. الحاجة التالتة انك انت رسم البرنامج شكله صح. شكله صح. درجة نفسه ما فهمش انه غلط. وبعد ما جيش اشغلوا لاي مش صح فعلك لا ده كده غلط. او غلط بيسموه يعني غلطة في في نفسه. بس كصراحة يعني بالاخر التلاتة سبب فيهم مين? انا. بس ما تتخضوش يعني النوع التالت اللي هو اللي اللي صعب دوتك هم كلهم سبتاشر بس سبتاشر في حال جدا. النوع الاولاني في حالي تالت تلاف ايرورش. بس مش مشكلة ان هو بيقول لك على مكانه واعمل لك بالاحمر بيقول لك الحل بتاعه ايه كمان? فاني ما تخضش قوي يعني. اه. لو انا حبيت اوصل موديول اضافية في في حاجة اسمها ال اكسبنشن كونيكشن. ال اكسبنشن كونيكشن لو اوصل موديول اضافية سواء كان موديول او موديول او موديول او موديول او مع بعض. يبقى انا عند الكمبيوتر عن طريق الكابل بتاع البي بي اي لو كان ال او لو كان ال او النوع اللي اتكلمنا عنه اللي بيشتغل مع التلاتة سواء كان اي اي ان كان نوع بي لسي. بعدت على النزل على الميموري مفهوش غلطة وصلت كهرباة فالس بي وصله كهربا هيبدأ يشغل البرنامج حسب الكنديشن اللي عندي بتقول له شغل هيشغل اتفي اتفي سيبه زي ما هو هيسيبه زي ما هو. اي تعديل هيعملها يروح ما خرجوا على على تول. تهم? تاني. عندي جهاز البرمجة اللي هو الكمبيوتر مثلا لو في حالة المعمل هنا الكمبيوتر. عن طريق الكابل حتى اتلاحظوا بصوا على كل الاجهزة اللي حواليك هتلاحظوا فيه كابل نزل منها رايع على وراء ركف الكمبيوتر يعني. عن طريق الكابل في نقلت البرنامج على الميموري على الزاكرة. تهم? ايه? الكمبيوتر. ده اللي هو مكان التوسيل. مكان التوسيل. نزل على الزاكرة. لو لو وصل له كهربا هيروح يقرأ البرنامج. بس قبل ما يراه يكون عارف ايه? حالة ايه? عارف حالة المفاتيح ايه? يروح يبص على البرنامج. برنامج ممكن يقول له ما تعملش حاجة. او شغل او اطفي او سيبه زي ما هو. او شغل طيمر وبعد ستين سنة هنشغل الحاجة دي. حاسة ما تبقى لك بقول ايه? في حاجة تشتغل هيشغلها. في حاجة تفصل هيفصلها. في حاجة مش هيعمل فيها. ايه حاجة هيسيبها زي ما هي. انا كانت. اكيد. لو انا اكتشفت ان عدد اللي عندي او عدد اللي عندي بيش مكافية. بي حاجة اسمها الان اوصل او ادفية. لا بيكون حسب يعني مش شرط روح اشتري الجهاز اربعة وعشرين ستاشر اوبت. رغم ان انا اكون محتاجة اربعة وعشر اوبت انا ممكن اجيب ايه الاربعتاشر او عشر اوبت وزود له ايه? مدول احسابها بس. لان البيل سي تمن واسلا الفين واثنمائة جنيه. اللي هو اللي هو الاربعتاشر اوبت عشر اوبت. المدول الزيادة مثلا بربعمائة جنيه. فانا هجيب مدول زيادة احسن مدفع في جهاز بيل سي. هيدينا نفس الامبت بس تمن واسلا اربعة تلف جنيه. فهمني? يبقى الفين واثنمائة زي ستتمائة جنيه غير ما تجيب بيهاز بربعة تلف جنيه. حسب. المدول دوت يزود لك امبوت واؤبوت زيادة. بس كلهم بيبقوا طبعا نفس ايه? لان المركبة ومرايصين هتغرق. فما ينفعش يكون اي مدول زيادة بسي بيو. استحالة. لا يمكن. المدول دوت ملوش موخ. الموخ هو بس تعال فيه لسي. عمارة عن امبوت واؤبوت بس. ما كان اربط فيه الامبوت ما كان اخرج منه. العود. طبعا اخروا سابع عموديولز انا كان عنهم بالتفصيل انا بس قلتا عشان خطر كان موجودة في الشاشة لكن لنسى نتكلم عناها بالتفصيل. اه. الكنترول في البي لسي ممكن اعمله عن طريق الكمبيوتر وعن طريق الشاشة. في الحقيقة الكمبيوتر اتعامل عشان ابرمج منه. مش عشان خطر اعمل الكنترول منه. الهدف بتاعنا انا ابرمج منه. هنا كمعمل مش اشتري شاشة لان كاك كمبيوتر موجود وهنا يعني فيه تكيفه عادي مع بعضين فعادي مش هتزعى مني لو ما قولك احنا هنتفرج من الكمبيوتر لكن في المصنع مش هينفع. في المصنع مش هينفع حط الكمبيوتر في جوا المصنع. الكمبيوتر يتعامل عشان يشتغل في التكيف. اخره ثمان ساعات ومن حقه يهنج. طبيعي بتاع اي 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 كمبيوتر انتيل. ان من حقه تمن ساعات شغل. بعد ثمان ساعات طبيعي ان يهنج. ما يفعش تروح ترجعه في المصنع عشان خاطر بيهنج بعد عشر ساعات شغل. ده طبيعي. اتعامل لها حاجة تانية مخصوصة بقى للشغل دوت. اللي هو الشغل التقيل صحة على المصنع. ما فيش تكيف. ما فيش مروحها. حدها يغبطها وهو شغال. فيش شاشات معمولة اسمها يعني لو المصنع انفجر الشاشة مجردهاش حاجة. ايه اتعملت لكذا? ده استخدامها. هو ما اعرفش اهما خلصت لو مصنع انفجر زعملين عن ايه تانية بس فيش شاشات معمولة ان هي ما تنفجرش لو مصنع انفجر. تتحط في مصنع الادوية. الزر متعودين على الانفجارات هناك. جايبين ايه? تمام. معلومة بس. الكمبيترات اللي بنجيبها في البيت نوعها انتل. الكمبيترات اللي بتروح يعني في البنوك ما يفعش الكمبيتر يطفي. يعني بعشرة سنين شغال الكمبيتر ما تفيش. دي حاجات غير الانتل تصنع مخصوص. حاجات مخصوص غير الانتل. لكن مينفعش الكمبيتر ده اروح احطه في مصنع ما ينفعش. طبيعي جدا انا افصله كل يوم ورايحة. فيه كمبيترات للبنوك والاشغال مهمة ومصنع مهمة مينفعش الكمبيتر فما بيكونش انتل. اكي? نرجع تاني. الكمبيتر يتعامل للبرمجة. الشاشات اتعملت للكنترول. اللي نعمل بها مع المكان. هتحكم فيها عن طريقها هتحكم في المكان. الشاشات في يعني الشاشات اللي موجودة مع انواعها. في شاشات اسمها تي دي اللي هي تيكست ديسبيلي. تيكست يعني كتابة. يعني اخيرها هتعمل تظهر كلام بس. تظهر كلام. النوع التاني. اخيرها هتقول لك بس تكلمك كده وبكتير اوى اوى تجيب لك رسمة. تجيب لك رسمة وهي شغالة. ممكن ترسل لك اي رسمة على الشاشة. النوع التاني اسمه اسكادة. يعني من اخي ممكن كبان تجيب لك حركات. يعني كلهم ينفع عملي بنفس بس عملي ما هجيب العشان هكتب بيها كلام بس ليه? طبعا بس بتكتب جمل. يعني ممكن اخليها تكتب لك مسلا اه ده المنتج الخامس النهاردة اللي يخرج من المصنع. اه حصل اربع مرات ان المصنع واقف. اه تدخل قيمة التايمر بعد قد ايه روح مشغل مسلا للمكنة التانية. اه في اربعة وعشرين كارتونة خرجوا. وهكذا. ده لو كل استخدماتك مسجد بس هي تعمل لك نقاط سبع شاشات. يعني تصغير لك سبع شاشات مختلفة. الشاشة بتشيل اه جملتين كل جملة عشرين حرف او جملة واحدة اربعين حرف. دي التكست ديسبلي. قادر ادخل بها ارقام بسهولة. التكست ديسبلي ينفع. بس كلها يعني كلها اب وداون. يعني بشكل ده كده بالزبط. بدوس اب دون. عايزك تماس الان.